تعالوا نشوف إحصاء لطيف زريف إذا حبيت ويمكن هذا الإحصاء اتكلم فيه الأستاذ دياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وطبعا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ دياء اتكلم أنه عندنا المساعدات وهي وفقا لتوجهات طبعا فخامة رئيس عبد الفتح السيسي وده طبيع رئيس الجمهورية هو الذي يوجه بهذه الأمور مصر خدت قرار بزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة لإخواننا في فلسطين تحديدا في قطاع غزة من النهاردة وأيا كانت التحديات والفاتورة لتلتمية شاحنة كل يوم على الأقل توجيه الرئيس كده تلتمية على الأقل يعني أقل رقم هيدخل هيبقى تلتمية وهتخش من الجانب المصري عن طريق معبر رفح طيب عدد شاحنات المساعدات اللي دخلت من الجانب المصري لمناطق شمال غزة وحدها أنا بكلمك على المساعدات بري أنا ما بكلمكش على الإسقاط الجوي والمظلي في خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان المبارك والكريم تلتمية اتنين وعشرين شاحنة مختلفة بري غير الإسقاط الجوي بري كل ده في إطار الغلاس والتعنت وقلة الأدب من الجانب الآخر من جانب الكيان الصهيون طيب عدد الشاحنات اللي دخلت القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني الدموي على أشققنا في غاز كم شاحنة بقى؟ يعني أنا عايز الإخوة والأسات زي الجهاب زي دول يقولون أنهم عندهم الرقم طيب أنا أقول لك الرقم تسعتاشر ألف وتلتمية أربعة وخمسين تريلا في منهم تسعتاشر ألف وتسعمائة اتنين وخمسين مواد طبية ده بالأطنان يعني عندك عشر تل ده تسعتاشر ألف طن وتسعمائة اتنين وخمسين طن مواد طبية وعندك عشر تلاف طن وربعمية خمسة وتلاتين وقود وعندك مية تلاتة وعشرين طن ربعمية تلاتة وخمسين طن تانين مواد غزائية و 26692 طن مية و 44103 طن مواد إغاثية أخرى متنوعات و 2023 طن خيم ومشمعة و 123 عربية إسعاف مجهزة أنا بكلمك على مصر مصر اللي بيقف فيها واحد مصري أو مجموعة مصريين يقول لك لا تشاركوا في الحصارة على غزة دخلوا المساعدات لغزة طب وده يا كوتكوت زينة رمضان طيب دخل لمصر بقى لأجل العلاج كم واحد 10 20 30 40 100 ألف لا 3774 مصاب و مريض دخلوا المصر معهم المرافقين بتوهم معهم 6191 مرافق هل أنت بتتكلم تقريبا في حوالي 10 000 ما بين نصابين و مرافقين 66759 من الرعاية الأجانب و مزدوج الجنسية 6 330 مصري يا جماعة مصر 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 على استمرارها في مواصلة تقديم كل أنواع المساعدات و فيه بس لأي جهد إلى درجته القصوى علشان نسرع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة السعي الدائم من أجل الزيادة بالقدر المطلوب والمناسب لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة مواجهة تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية مش بس الخطيرة و غير المسبوقة بالمناسبة اللي بيعاني منها أهلين الفلسطينيين في القطاع منذ بداية هذا العدوان الغاشم من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة سؤال اللي بعده لا الأشاوس الجهبزة العبقرة المفكرين الذين أنهم يظنون أن هم الأبطال اللي ما حصلوش الشجعان اللي ممتلئين بالجراءة وبالجسارة فأقدر أقولك لا والله يا فنم أنا مش عارف أنت تحديدا عملت إيه يعني إيه اللي أنت عملته تحديدا طيب أقولك على حاجة ما أنا لم أملك لا أنت تأملك أنك أنت تروح تتبرع إذا حابت تأملك أنك أنت تبعث عيالك تتطوع إذا حابت تأملك أنك أنت تشتري حاجات وتروح تقدمها للتحالف الأهلي اللي بيودي هذه المساعدات إلى القطاع تأملك يعني من ناحية تأملك فأنت تأملك إن أردت إذا كان لديك الملائة الملائية الكافية أنك أنت تعمل ده فالسؤال إنت عملت كده أنا ما بشككش في ضميرك معرفش بس اللي ما عملش حاجة يشد القلسطر ويقعد ساكت واللي عمل الحاجة أهلاً وسهلاً ألف شكر أنه شد على إيدك فييجي السؤال لما أنت عارف أنه ده بيتعامل ولما أنت عارف أنه هناك مساعدت بتقدمه وأنه تبرعاتك مقبولة وأنه بتذهب لأهلينا في فلسطين وما اللي بتوقف عمال بتقول لا تشاركه في الحصارة على غزة هو استهبال أنا لا أتوقع أنه في حد من الممكن أنه هو يمتلك بصراحة هذه الشجاعة الواضحة في مواجهة جانب من المعارضة تانياً مش بقول لك كل المعارضة جانب من المعارضة فيما يقوم به أو بطريقة هذا الخطاب الذي لا يمتل المعارضة بصرة خالص لا يمتل المعارضة بصرة ده الاستهبال بحد ذاته أو حصد نقاط لأجل الحصول على مكتسبات ما بالتأكيد مش هنا المكتسبات دي أكيد مش من مصر